السلام عليكم ورحمة الله. اهلا بكم طلاب اكاديمية الرازي بمحاضرة الرينال فيسيولوجي لمادة الفاسلاجة. رح ناخذ هنا شنو الرينال شنو الكمية او اول شي رح ناخذ على كمية المي اللي موجودة بجسمنا او الفلويد بصورة عامة بنين تتكون وشنو مكوناتها. هنا دا يقول البيديفلويد. يقول الهيومن are composed primary of the water. يعني الهيومن جسم الانسان رح يتكون بشكل اساسي من الواتر. تمام? البيدي composition depends on the age and the sex. كمية او محتويات المي رح تعتمد بشكل اساسي على اليمن حسب العمر وحسب الجنس. شنو يعني? رح نشوف هسا احنا مثلا الادلت كمية المي بالادلت تختلف عن كمية المي او الفلويدات اللي موجودة بمن بالشايلد تمام? بالسيكس كذلك تختلف يعني بالميل تختلف كمية الفلويدات الموجودة بالميل تختلف عن كمية الفلويد اللي موجودة وين? بالفيميل. اوكي? زل. بعد هنا طبعا التي بي الدباليو هذا شنو نقصد بي total body water يعني كمية المي الكلية اللي موجودة بالجسم. اس ديفايدت هاي المي رح ينقسم الى two major compartment. كمية المي رح تنقسم بشكل اساسي الى جزئين اساسيات. شنو يعني يكون موجود بكميتي او مكانيين اساسيين اللي هنمنون. اول الشي يكون بالentracellular entracellular fluid يعني السائل الي رح يكون موجود داخل شنو? داخل الخلايا. شون يعني السائل موجود داخل الخلايا? اني عندي بشكل اساسي اا اا اكوه داخل الخلية واقوه خارج الخلية. فاكوه كمية من المي اللي هنسميها انتراcellular. يعني اوين داخل الخلايا تمام? يعني مثلا اض四غلية كريات الدم الحمر فهيا الامين السeries ثم يكون مثل السائل الخارج الدم الحمر ماذا الانفاق同ية تصدر الاسم تمثل السائل اللية و متفق كتما في خلائطهم سيظهать الخلال تقريباا ثلاثين نسبة ثلاثين أو تتوقف ثلاثين أو تقريباً 2 على 3 أو تقريباً 2 ثلاثين هي ثلاثين من التوتال بادي ووتر إذن الكمية الأساسية من الووتر راح تكون وين موجودة داخل الخلايا الأكترا سولة الالفلويد يعني تمثل كل الفلويدات الموجودة خارج الخلايا أنت رابرسينت اللي جدو تمثل تقريباً ثلاث هاي ثلاثين والأكترا جدو راح تكون ثلاث تمام؟ هذا السائل الموجود خارج الخلية هذا الثلث سينقسم إلى ثلاثة السائل الموجود خارج الخلية سيكون جزء من عنده هو اللي يكون البلد بلازمة البلد بلازمة الدم اللي ما بي خلايا الدم اللي ما بي كريات دم حمر ولا بي كريات دم بيض اثنيا الجزء الثاني من هذا الثلث شيء مثل انترستيشيال فلود الفلود اللي راح يكون بين الصل يعني هاي خلية وهاي خلية السائل اللي موجود ببيناتهن هو من اسمه هو خارج الخلية بس شنسمي انترستيشيال فلود اللي يكون البينات خلالهن بعد اتران السلر فلود سينوفيال انتر اوكولر بري كارديال سيروبرو سباينال اند ابيثيلا فلود السائل اللي راح يكون موجود مثلا باللي يكون بين من مثلا اللي موجود داخل العين او اللي موجود مثلا بالبري كارديال التامور او موجود بالسيربرو سبانال السائل اللي موجود بالسيربرو سبانال الفلود السائل اللي موجود بين البراين وبين السبانال تمام الادبوس تشو is low in water الادبوس تشو هذا الخل النسيجي شرح يكون كمية الماء متة تكون قليلة الانسجة الدهنية راح تكون كمية الماء بها قليلة فبالتالي الشخص الابيز الشخص الاسمين راح يكون نسبة الماء اللي موجودة بي قليلة مقارنة ويمن ويشخص اللي راح تكون الوزن معتها طبيعي هذا هنا يمثل لك انه هذا بشكل عام هذا هو هومون تمام عندي يعني عندي مئة بالميئة تمام عندي مئة بالمئة عندي أنا أريد بكون نسبة الماء هي مئة بالمئة تمام هذه المئة بالمئة ثلثية من قدها تمام شرح يكون أنتار سليولار فلود وثلث من قدها شرح يكون أكسترا سليولار فلود يعني هاي المية أضربها فيه 2 وقسمها على 3 تطلع لشقد النسبة 65% تمام والمية قسم على 3 تطلع لقدي 35 إذن نسبة هاي المية بالمية حتنقسم 35% هو سائل اللي يكون اكترا سليولار سائل اللي خارج الخلايا واللي وتقريبا 65% شاح يكون داخل الخلايا تمام ٢ هذا الاكترا سولولار هاي الـ 35 نفسها راح تنقسم 35 ها تنقسم اىgrunts current تقريبا من عدها يعني نكون ٣٥ خلينا نقول انه ٠٠% ما تالكستر سولولار و ١٠% راح تكون موجودة ٢٠% يعني المي اللي راح يكون موجود بالعين اللي موجود بالTecell material واللي موجود بين مين، واللي موجود بال والصيرور بروس بانا ٢٠ % راح تكون موجودة بالبلازماء و ٢٠% هي انتر الستيشيال تمام اللي هو يكون بين الخلايا بالبداية أول ما أخذت قلت أنه كمية الماي رح تختلف اعتمادا حسب العمر وحسب الجنس تمام يعني الميال تختلف هسه شلون؟ نجي لما نكون طفل صغير رح تكون نسبة الماي بالميال 80% بالفيميال 75% اختلفت من سنة إلى خمسة 65% 65% 10% إلى 16% 60% متساويات 17% إلى 39% 60% إلى 50% في ميال 49% إلى 45% إلى 47% أكبر من 60% إلى 50% إلى 45% إذن بهاي الحالة حسب العمر وحسب الجنس نسبة الماي والنسبة المالات البارس تختلفت وهاي أعرفناها من البداية ذكرت أنه هو الأماوة of the water رح يكون depends on the age and the gender من البداية ذكرناها فهي ممكن تجي صح وخطأ أو ممكن تجي فراغات هنا هذا شي مثل رح يكون total body water daily turnover due to the water intake and velocity هناك كمية المي الكليا اللي موجودة بالجسم رح تعتمد اعتماداً كلياً حسب شقد آني رح أخذ مي وشقد رح نفقد المي تمام الwater intake المي اللي رح ناخذها بشكل طبيعي كلياً المفروض لترين بليوم هذا شي طبيعي ونعرفه alpha this amount is highly variable كمية المي اللي ناخذها بشكل طبيعي ودائماً ننصح الشخص يابع انه المفروض انت تاخذ بشكل طبيعي ثماني كوابة أو لترين مي انسبسبل water loss هناك كمية المي اللي رح ناخذها عرفتها بشكل طبيعي كمية المي اللي ناخذها المفروض لترين بليوم هناك كمية المي اللي رح ينفقد المي اللي رح ينفقد المي اللي رح ينفقد من طرق مختلفة يعني ما ينفقد من خلال ال skin البشرة ماتي من خلال التعرق من خلال ال evaporation وغيرها بعد يكون فقدان المي رح يكون من خلال اليورن يعني هنا اليورن رح يكون كمية المي رح يكون مفقدان بي كذلك بالسطول من خلال التنفس كل عملية التنفس انا رح افقد بها كمية المي كل عملية التنفس رح يكون بها فقدان كمية من المي اذا فقدان المي اللي يكون عندي بالغير محسوس يعني انا بدون ما احز دا افقد مي شون شكت كمية المي اللي رح نفقدها تقريبا 0.74 لتر باليوم to water evaporation through the skin and to the respiration مثل ما قلنا فقدان المي اللي احنا غير محسوس اللي بدون منع من ندري انه احنا دا نفقد مي بس احنا نفقده بدون ما نحز شكت رح تكون نسبته 0.75 74 لتر باليوم هذا الشيح يكون اما بسبب يتبخر المي من خلال البشرة او من خلال شنو من خلال ال respiration من عمليات التنفس اذا الانسان سوف الووتر رح ينقسم اما water loss من خلال ال skin او water loss من خلال respiration نجح نجح نشوف الووتر لوس من خلال ال skin او 0.3 الى 0.4 على تر باليوم is not dependent on sweeting and occurs in a pupil born with the no sweet يعني هاي النسبة هي الفقدان المي بهاي النسبة مرح تعتمد فقط بس على التعرق يعني احنا مو بس شخص اذا تعرق يفقد هاي النسبة و اذا ما تعرق لا اذا هي متعتمد بس على sweeting تمام وتحدث على الاشخاص اللي حتى بيون ما يعرقون هم يفقدون هاي النسبة من المي اذا فقدان المي من خلال ال skin سواء الشخص يعاني من تعرق او ما يعاني من تعرق هو يفقد هاي النسبة تمام the rate of water loss is minimized because يقول فقدان المي راح يقل because of the conferred layer of the skin when this skin layer is lost following severe borrance يقول هنا يقل معدل فقدان المي الى ادنى حد ليش بسبب الطبقة المتقرنة من الجلد فلما تفقد يعني من تفقد الطبقة الجلد هذا بسبب الحروق مثلا the rate of water loss يزداد يعني هناني ديش كمية المي اللي تلفق من خلال ال skin راح تكون قليلة من O.3 ل O.4 بسبب اكفة طبقة متقرنة موجودة وين او كفة طبقة يعني تحميلي انه يفقد المي تحافظ على المي فاذا انفقدت هاي الطبقة مثل حالات الحرق وكذا كمية المي اللي راح تنفقد تكون كل شيء تشبيرة وتزداد من 3 الى 5 لتر باليوم هاي شنو فقدان المي من خلال ال skin اذا عرفنا فقدان المي من خلال ال skin هي مو فقط بحالات التعرق لا حتى الاشخاص اللي ميتعرقون يفقدون هاي النسبة زي ليش هاي النسبة صغيرة لانه اكو طبقة من جلد تتحافظ على المي تنفقد هاي الطبقة بحالات الحرق وغيرها تزداد نسبة الفقدان المي توصل من 3 الى 5 لترات اوكي فقدان المي اللي راح يكون من خلال ال respiration من خلال عمليات التنفس همنا من اوبويت 3 الى اوبويت 4 لتر باليوم الواتر فيبور برجر اندال لانج از ابروكسما شي يقول يقول الضغط الضغط ضغط بخار المي بالرأج جيد راح يكون 47 ملم فالنسبايرد اير الهواء اللي احنا نستنشقها الهواء اللي مستنشق راح يكون بيكم راح يكون الهواء اللي ناخده يكون مشبع بالرطوبة مشبع بالمي ليش؟ ليش الهواء اللي احنا ناخده راح يكون مشبع بالرطوبة لان البخار او الضغط البخاري مالته يكون قليل فبالهواء البارد فيبور برجر احنا ش يقول يقول احنا اندي بحالات احنا منا نتنفس الهواء لان منذ ناولنا يكون مشبع بالرطوبة بسبب وانخفاض ضغط البخار بالظغط البارد يقل fund بالهواء بشكل اكبر وبالتالي راح يزيد من فقدان المي اوكي فاني لما نكون عندي فقدان المي احنا ليش فقدان المي نفس السبب ليش احنا فقدان المي من خلال البشرة افضال وجود طبقة ليش فقدان الميile من خلال الرس Mar solidarity هم راح يكون قليم بسبب الضغط البخاري سيكون 47 لكن بالهوى البارد شح يكون ضغط البخاري قلب فبالتالي فقدان الماء يشبيه رح يزداد اوكي زين يقول بحالة انه انا مرتاحة هسا وما عندي اي شي لا رياضة لا غيرها شح يكون عندي فقدان الماء بالتعرق رح يكون 0.1 باليوم لكن هاي الكمية او شي يقول يقول لكن هاي الكمية ممكن رح تزداد بكميات اكبر خلال خلال وممكن توصل تقريبا من 1 الى 2 لتر بالساعة اذا انا فقدان الماء بحالة السويت اكيد رح تقل بحالة الرئيس انه ما عندي شي لكن بحالة رح تزداد فقدان الماء رابعا طريقة فقدان الماء طبعا هاي محذوفة بالاستنساخ مهم فرابعا من طرق فقدان الماء رح تكون من خلال الاسطول او الفيزز شقد رح تكون من 0.1 الى 0.2 لتر لكن هاي الكمية ممكن رح تزداد بحالات الدياري اكيد كل ما كان عندي حالات اسهال اكيد يعني هي اصلا نسبة فقدان الماء صير بالسطول اذا اذا صار الدياري رح يصير فقدان الماء اكبر بعد فقدان الماء من خلال اليورن شقد يكون تقريبا من نص الى 1.5 لتر زي لكن هاي الكمية رح تأتمت حسب الماء اللي رح ناخدها level on water intake يعني كل ما كان كمية الماء اللي رح ناخدها رح تزداد عندي عمليات اليورنيشن بالتالي زاد فقدان الماء تمام هنا شرح يكون عرفنا انه هو رح الماء افراز الماء او انه هو الاكسيكريشن of the water رح يكون اكيد من خلال الكدمي من خلال الكلة والكلة عرفناها رح تكون تشتغل كميجر ريجوليتر تشتغل كمنظمة زي حتى توازن الماء والاليكترولايتات الموجودة بالجسم اوكي اذا هسا شون ينفقد الماء ينفقد الماء ينفقد الماء اكو اندي اربع طرق او خمس طرق طريقة الاولى هي نسمي الانسل سبو بوتر فقدان الماء بطريقة غير محسوسة طريقة الفقدان الماء بطريقة منحس بيها مثل من من خلال الاسكن والخلال الراسبايا شنة نفس البشرة الفقدان الثاني راح يكون من خلال من خلال السويتينج من خلال التعرق الفقدان الثالث راح يكون من خلال السطول والرابع راح يكون من خلال اليورن اذا اربع طرق حتى نفقد بها الماء اشكد كمية الماء اللي احنا ناخدها بشكل طبيعي راح تكون هي لترين باليوم اوكي هنا راح تمثل انه هون الماء اللي كنا ناخدها هي تقريبا لترين مين ناخده؟ مين نقدر نحصل على هاي النسبة؟ نحصل عليه من الطعام، من الفود، من الدرين يعني كمية المي اللي احنا نشربها او كمية المي اللي احنا نحصلها من خلال الطعام مرات اكلنا يحتوي على نسبة مي زيب او محارات ميتابوليك يعني شن مثلا مثلا اكوفة اشياء يستربها ميتابوليك بالجسن كل عامية ميتابوليك تمتج بها مي زيب فقدان الميش راح تكون اذا بالحالة التوتال بادي ووتر تقريبا تكون اثنين واربعين لتن الفقدان الميش راح اكون الا بصين اذا كان ذلك سيكون اكثر Ohi discoveries أو من خلال My sp رونologيك يمكنتكتش اثنينين كل واحد راح يتحددش جد النسبة او من خلالوت Orciousposition عمليات او فقدان الميش عرفنا ما بلين نحصل النهاء وما بطمع الطرق اللي راح يكون بها او الطرق ويش تستبب الفقدان يكون هنا خلينا نذكر انو الى pleasant body water 60 بالمئة مثل ما عرفنا الشكل من جسم الانسان هي مي تمام نضربها بالبادي ويت يعني مثلا هاي الستة وثلاثين خنفرض انه ستتين بالمئة هي نسبة الفلودات الموجودة بالجسم نضربها بوزن الشخص خنقول ستتين اشكت راح تطلع لاش كم لتر المفروض ستة وثلاثين لتر هاي ستة وثلاثين راح تنقسم ثلثيا انترا سلولار فلويد وثلث اكسترا سلولار فلويد زين فهاي هسه 36 نضربها في اثنين نقسمها على ثلاثة لو ضربوها وتقسموها راح يطعلي 24 لتر اذن 24 لتر من هاي ستة وثلاثين هي انترا سلولار فلويد هاي ستة وثلاثين وحدها اقسمها على ثلاثة لو نقسمها راح نلقاها بنين وثلاثين لتر هاي مني اكسترا سلولار فلويد تمام زين الأكسترا سلولير الفلود ينقسم بالبلازمة وينقسم بالأنترس تيشير وترانر سلولير ربع من الأكسترا سلولير هي موجودة بالبلازمة إذن هاي الـ 12 أضربها في 1 وأقسمها على 14 قد راح يطلع 3 لترات من هاي الـ 12 هي تمثل وين حجم البلازمة هنا حتى نطلع حجم الدم راح نشوف اشقد البلازمة اشقد حجم البلازمة اللي هو احنا اشقد قلناه 3 لتر نقسمها على 1 ناقص الهيماتوكريت شنو هاي الهيماتوكريت هي يقصد بيها الـ % يعني كمية او حجم او مثل ما نقول كريات الدم الحمر اللي موجودة وين حجم كرة الدم الحمر او كمية كرة الدم الحمر اللي موجودة بالدم هاي هي ما يسمى بالهيماتوكريت هنا عندي كمية المي هاي سنة ما عرفنا احنا شو راح ناخذ المي من ينحصل عليه من الفلودات من الليكود يعني من الطعام او من عمليات ميتابوليك هنا راح نفقد المي يورين سويت تعرق يعني تنفس فيزيز وغيرها هنا راح يكون عندي كمية اليورين بشكل طبيعي اللي مفهوض يفقدها الانسان او يعني تكون كمية اليورين الطبيعية ايش كده راح تكون من نص الى واحد ونص شنو؟ من نص الى واحد ونص سيسي حسب الكيلوغرام يعني مثلا اذا هو كان سبعين كيلوغرام خل اقول قاني خلق نقول واحد ونص مثلا واحد ونص مول تمام واحد ونص مول بالكيلوغرام الواحد اذا هو سبعين كيلوغرام راح نضرب اوكي اه هاي بالساعة طبعا بالساعة الواحدة بنضرب سبعين في نص شكد راح تكون عندي اه تمام راح نضرب هات تطلع ليش قد تطلعي نسبة اليورين بالساعة الواحدة على اساسها بعدين نحولها اليوم يعني خلال 24 ساعة ونشوف المفروض الشخص يصير يدخل يوران بشكل طبيعي كل ست ساعات الأوليكوريا يقصد بها نقصان باليوران ينقص اليوران تقريبا يقل أقل من تثميت سيسي خلال 24 ساعة المفروض الطبيعي نص إلى 1.5 سيسي خلال الساعة يكون لدي أقل من نص سيسي للشايلد و أقل من واحد بالنسبة للإنفانت بصورة عامة يكون تقريبا أقل من 500 سيسي باليوم نحن عرفنا هذا بشكل طبيعي المفروض 1500 مول باليوم إذا أقل من 500 ستسمي أوريكوريا إذا كان عندي أقل من 100 ستسمي إن يوريا اللي هي أصلاً عدم اليوران نو أور مينيمال يوران أوتبوت ماكو يوران أوتبوت أو أصلاً اليوران أوتبوت ماتة كلش قليلة تكون عندي بحيث اليوران ماتة أقل من 100 سيسي وأقل من 100 مول هنا ش راح تمثل الفلود shift between compartment follow the several basic principles يعني شنو؟ هنا يقول أكو هاي الفلودات هاي الفلودات راح يصير لها shift يعني ممكن تتغير من الداخل للخارج أو من الخارج للداخل اعتمالاً على شنو؟ خلينا نشوف شنو؟ يقول انتراسيلولا والأكستراسيلولا هي بالأوزموتيك أكوليبيرام هنا بحالة طبيعية متساويات تمام؟ السائل اللي داخل الخلية والسائل الخارج هنا متساويات زين شو راح يصير من shift يقول السوديوم is the major caution of the extra seriflute يقول هنا هذا السوديوم نعتبر الأنصر الأساسي اللي موجود بالسوائل اللي خارج الخلية بينما البوتاسيوم هو أكثر السوائل اللي موجوده داخل الخلية تمام؟ زين توزيع السوديوم والبوتاسيوم راح يتحدث اعتماداً على هاي المضخة شنو هاي المضخة؟ خلينا نجي هاي خلية تمام؟ هاي خلية الأنصر الأساسي اللي موجود بها هو منه؟ هو السوديوم والأنصر اللي موجود خارج الخلية هو منه؟ هو البوتاسيوم سوري السوديوم موجود خارج الخلية والبوتاسيوم موجود داخل الخلية هاي شنو؟ هاي بالحالة الطبيعية بحالة مثلا counter action حالات التقلص حالات الغير اش يصير؟ يصير اكو تغير بهاي النسبة اش يسوي؟ السوديوم يبدي يدخل والبوتاسيوم يبدي يطلع هاي شنو؟ هاي بالحالات مثل تنثار الخلية يتغير الشغل مالك يبدأ السوديوم يدخل والبوتاسوم يطلع هنا الخلية من شافت انه صار اكف بيهفة خلل راح تبدأ شنو تحاول ترجع للحالة الطبيعة تريد ترجع حالة الرئيس تريد شنو تريد ترجع تطلع السوديوم و تدخل بمكانه بوتاسوم حتى تشتغل هاي العملية راح تعتمد على هاي المضخة هاي المضخة تعتمد على الطاقة شو سوي؟ السوديوم بعد ما دخله راح ترجع مرة ثانية تطلع ثلاثة سوديوم و تدخل بمكانه اثنين بوتاسوم لذلك صار السوديوم بالخارج اكثر و البوتاسيوم بالداخل شبيه اكثر لان هي بدأت تطلع سوديوم و تدخل بوتاسيوم هاي المضخة تعتمد على شنو؟ تعتمد على الطاقة هاي بس كاختصار حتى نفتي بشنو هاي الاتبايز هذا التساوي اللي بين داخل الخلية و خارج الخلية راح يحتد خلال حركة الماء يعني هنا راح تكون حسب هذا الاكوليبريم التساوي بسبب حركة الماء تكون متساوي الفلويد موف انسيست اكروز دسل ممبرين إذن هي الحركة راح تصير يمتع يعني هس انو هاي العناصر او هاي الماء يتحرك من داخل الخلية لخارج الخلية اعتماد يمتع اذا صار اكو اختلاف بالأزمولارتي شنو يعني؟ يعني مثلا انو سوديوم على سبيل المثال صار بالداخل اقل اكثر من الخارج اوكي هنا شنو راح تأدي صار اكو اكو اختلاف بالتراكز هو المفروض بالشكل طبيعي تركزه وين موجود خارج الخلية لكن هسه هو وين موجود داخل الخلية اكثر هنا مش راح يصير اكو فد اختلاف فهذا الديفرنس هو اللي راح يسبب حركة السواع لانو تتحرك يجي السائل من الخارج يدخل على مودي داخل وياه بوتاسيوم ويبدي يطلع على مودي يطلع وياه صوديوم وهاكذا هنان يكون عندي صوديوم دس أوردر يعني شنو صوديوم دس أوردر يعني اكو اختلاف بتركيز الصوديوم السيروم اوزمولاليتي is the amount of the sodium concentration in the solution يعني اقول سوريوم اوزمولاليتي شنو يقصد بي؟ يقصد به كمية المضاب أو تركيز المضاب اللي موجود وہوين بالمحلول يعني الصوديوم خللي نقول اللي موجود بالماء الصوديوم is the key fae component that determines el serum osmolality اذا el serum osmolality هو كمية المضاب اللي موجود بالمحلول من الى اللي راح يحدد او مفتاح للي حدد هذا cierto serum osmolality هو صوديوم هو اللي يعتبر المفتاح الاساسي على موض يحدد كمية المضاب اللي موجودة وين بالمحلول تركيز الصوديوم الموجود في السائل الخارج الخلية هو المسؤول عن حركة الماء بين الخارج والداخل الخلية حالات الهايبو نترينية يقل كمية الصوديوم والهايبو نترينية زيارة كمية الصوديوم مثلا هذه هي الخلية بهابوتاسيوم وهنا لدي خارج الخلية هذه الخارج الخلية قل الصوديوم صارت تأدي حالة هايبو نترينية فبالتالي صارت أدي أكو اختلاف بالتركيز هذا الاختلاف بالتركيز هو اللي راح يسبب عندي بحركة الماء فاذا صارت عندي هايبو نترينية شا سبب حركة الماء انتو ذا انتر اذا صارت عندي هايبو نترينية ها هي الخلية المفروض اكون نسبة صوديوم موجودة بالخارج نسبة صوديوم موجودة بالداخل بس نسبة قليلة البوتاسيوم يسببة بالداخل أكثر صوديوم بالخارج اكثر تمام عا تعمل صوديوم بالداخل قليل اهنان اذا صوديوم كل سي physicians صارت عندي حالة هايبو نترينية فصار عادي شنو نختلاف بالتركيز تركيز الصوديوم الخارج الخلية اكثر من التركيز اللي موجود وين ؟ داخل الخلية الخلية هنا احتاجت صوريوم في هاي الحالة احتحت لازم يتحرك المأسين من خارج الخلية ويروح للداخل الخلية على موقع يحملوا صوريوم فما تحلو sobre إذا الخلية زادت فيها نسبة الصوريوم في داخل عقل صادت كل شيء كبيرا ويحتاجه بالمفروض نسبة الصوريوم قليلا ففي الماء المفروض يتحرك لحالة الهايبر نترينيا فالما يحتاج الماء يتحرك من الداخل في طلع للخارج على موقع يطلع الصوريوم إذن هايبر نترميا رح يتحرك الماء خارج الانترا سيدولار الفلود الكلكوز is limited كذلك الكلوكوز رح يحدد الأكسترا سيدولار الفلود مثلا هايبر كلايسيميا لما يزداد عندي الكلكوز يقول عندي increase بالسيرام الكلكوز زادت قد كمية الكلكوز cause water to move out of the انترا سيدولار إذا زادت نسبة الكلكوز داخل خلية فلازم الماء يتحرك خارج الخلية على مرة يطلع ويا الكلكوز تمام rule of the sodium is the major osmotic force tonicity of the plasma refer to the factor sodium and the glucose that cause water movement between the air هنا ايش رح يكون اللي رح تحدد على حركة الماء هو رح يكون sodium and the glucose هنا اللي رح سيكون عدي حركة الماء بين داخل خلية وخارج الخلية it is not the same as osmolality ما رح تكون بنفس الاسمولاليتي مو نفس التناضح هنا رح ننجي ناخد أول جزء بين الرينال سيستم هي الكيدني ننجي ناخد هسا بعد معرفنا الماء عرفنا نسبة الطبيعي ايش قد موجودة وين موجودة هاي كل اخذنا زين هسا نجي للماء عفوان للكيلة الكيدني هي شنون نجي ناخد وظائف الكيدني الكيدني هاذ ex-secretary endocrine regulator function رح يكون لها ثلاث وظائف اساسية وظيفة ex-secretary يعني وظيفة افراز اوكي افرازية كذلك رح يكون لها دور مهم كـ endocrine كغدة صماء واثلاثة رح يكون بالregulator function لها دور مهم بوظيفة تنظيمية او التنسيقية خلي نقول تمام تم شون يعني نجي ناخد يقول الكيدني regulate الكيدني راح تنظم composition and volume of body fluid by ex-secret or conserving the correct amount of the water and the solute اذن اول شي راح يكون الهدور كلش مهم على انه هم تنظم اوكي تنظم تكوين وحجم السوائل composition and the volume يعني مكونات وحجم هاي السوائل يعني هي اللي تنظم حجم السائل شنو السائل اللي تحتاجه by ex-secretary بواسطة عن طريق افراز او شنو او conserving يعني اما طلع هاي المواد او لا او تحافظ على الكمية الصحيحة من الواتر والسولوت يعني شنون يعني الكلان راح يكون الهدور تنظيمي شون الهدور تنظيمي انه هاي المواد هاي الفلودات اذا يحتاجها الجسم فهي تحافظ عليها اذا ما يحتاج الجسم ش تسويها طلعها تمام زين هاي اول او وظيفة شون كدور regulator زين بعد راح يكون the kidney act as endocrine اذا كregulator لما نقل لي انه هو الكلة راح تمتلك ثلاث وظائف اول وظيفة هي regulator شلون اقل لا راح تكون سوي لها دور بانه regulator composition والvolume ماذا الوضيفة الثانية الطريقة الثانية او الوظيفة الثانية هي اشتغلت كنتوكراين شلون من خلال افرازها الرينل من خلال انه راح تطلع هذا الهرمون الرينل اللي الى دور بتنظيم الصوديوم والوطا الارثرو بايوتين يعني ما اسئول عن تكوين كرات الدم الحمر عن طريق هذا الهرمون تفرز هذا الهرمون هذا الهرمون الى دور كلش مهم يروح للبون مورو ويصال نقش كرات الدم الحمر سين بعد راح يكون الهدور كلش مهم بانتاج الشكل الفعال ما المنومات الفيتامين دي وين تفرز الهرمونات الرينل والارثرو بايوتين والفيتامين دي ثري راح تفرز داخل داخل الاوعية الدموية او داخل الدم داخل الدورة الدموية الكبني اكسيغريت ميتابوليك اند بروديكت الكبني اذا هسا كوظيفة الاندوكراين عرفتها شون اندوكراين تفرز النواتج النهائية اللي ما يحتاجها الجسم مثل من اليوريا اليوريك أسيد والكرياتينين وكذلك الفورجين سابستانس ومواد غريبة ما يحتاجها الجسم تحاول تخلص منعتهم اوكي تتخلص منعتهم يعني تطرح المواد الضارة تطرحن طبعا من هاي المواد الكرياتين الفورجين سابستانس وكذلك تطرحن من خلال اليوران الرينال فونشن بيسد اون فورستي يعني حتى الكلة تشتغل وتأدي وظيفتها راح تكون تعتمد وظيفة الكلة على اربع خطوات شنو هاي الخطوات اول بداية البلود فروم رينال آرتري is delivery to the كلوميريولا at one five of cardiac output that is the high tissue specific بلود دفلو اذا اول شي راح يجي يوصل دم اوكي من الشرايين الكلاوية وين توصل توصل للكوبايبات داخل الكلوميريولا ليش اللي اساس الوظيفة واللي تأدي هاي الوظيفة الاكسيكريتاري وغير هي مني هي الكلوميريولا اذا حتى هاي الكلوميريولا تشتغل لازم يوصل للهدم من راح يوصل للهدم راح يوصل للهدم تقريبا خمس من الدم اللي يضخ القلب هو راح يوصل وين راح يوصل للكلا يوصل للكلا تمام وهذا هو اعلى تدفق دم خاص بالانسجة يعني اعلى دم يوصل اللي هاي الانسجة هو الدم اللي راح يوصل للكلا الكلوميريولاي فورم ألتر فلتريت وتفولو انتو رينال تيوبول اذا هاي الكوبايبة راح تسوي تشريع ترشيح عفوا ترشح المواد وين تدخلها تدخلها داخل الرينا تيوبول من الرينا تيوبول هي ديستل تيوبول وغيرها بعدها بعد ما انه اذا مصل دم داخل الكلوميريولاي الكلوميريولاي راح تبدأ ترشح من رشحة المواد راح توديها للرينا تيوبول الرينا تيوبول لش راح يصير بها اما مواد ايد امتصاص يعني مواد من اجت البلازمة ترشحت داخل الكوبايبة تمام ترشحت داخل الكوبايبة فبعد من المواد ترشحت تدخل باليوتيوبول هاليوتيوبول اقو مواد بالبلازمة مثلا خلي نقول على سبيل المثال الكلكوز الجسم يحتاج لعادة امتصاص اقو مواد راح تدوي الخلايا بس البلازمة اللي يترشح اما قراء الدم الحمر وبيض ما تترشح فاقو مواد عبراتوية ها خلي نقول مثلا اليوري هنا الجسم ما يحتاج لح يسوي له افرازية اليوتيوبول الفلويد اللي بدك كدني فيا دايورتر بعدين المواد الفلويد اللي ما يحتاج ها الجسم المواد اللي امتصت اما المواد والبقية والفلويدات اللي ما يحتاج الجسم شبيها راح تعوفوا الكلا تروح من خلال الحالب بعدين توصل للمثانا وبعدين راح تطلع من خلال الاحليل بعملية الورانيشن زي يقول كمية المواد اللي راح يصير لها إفراز أو تطلع بواسطة الكدني هي تتحدث حسب المواد اللي تتفلتر المواد اللي تتفلتر ناقص المواد اللي يعيد امتصاص زائد المواد اللي سير بها سيجريتري راح عرف شقد المواد راح يصير بها يعني مثلا خنقول 25% نقول عليها راح سيجريتري حسابتها اجي 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 نجي 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 تشريحيا الكلة هي عبارة زوجيا تحيط بطبقة واقية من الدهون والموقع مالتها بريتينيا زي الهومان كبني is multilobbed and crossly divided into the cortex and the medulla الكلة راح تكون هي متعددة الفصوص بها اكثر من فص يعني multilobbed وبعد راح تنقسم المن الى cortex و الى medulla زي ال basic function الوحدة الاساسية الوظيفية مالة الكلة هي من هي النيفرونة زي النيفرونة is composed of long thin tubules that is closed at one end ش نسميه البومان كابسول يقول الوحدة الوظيفية مالة الكلة هي النيفرونة بينما النيفرونة راح تتكون من انبوب طويل ورفيع ومغلق من طرف واحد اسميها بومان كابسول محفظة بومان بومان كابسول راح تحيطها surrounded بال high bridger capillary network شبكة من الاوعية ضغط مالتها كلش عالي اللي هي من هي الكلمير الكوبايبة النيفرونة تتكون من البومان كابسول واللي حيط بالبومان كابسول هي الكلمير الكوبايبة اللي يصير بها مكان الترشيح اوكي زي البومان كابسول عند الكلمير ينادي هنه يعتبر الترشيحية الترشيحية عفوا زي بهاي الحالة يكون بهاي يكون المادة المواد بعد ما تفلتر وكذا داخل البومان وغيرها وان راح تدخل تدخل داخل الرينا تيوب يكون هاي السوائل اللي راح وصار بها فلترة راح يصير بها اما ري امتصاص وترجع للدم او يصير بها سيجريش او انه راح تعبر وتروح وتروح باليوران من خلال الابثيلي يصير من الانبوب هنا ما يقول مثلا راح يمثلي تعارف حركة الووتر او سولة حركة الماء او اي مضاب من الانترستيشيال شنسميها ري ابزوبشن يعني عندي هاي الكوبايبة راح ترشيح تمام وهنا هاي هي الووتوبيل هاي كلها الديستل وغيرها هاي الووتوبيل ما ندار رسمها بالضبط فاجت هنا اجان الدم طبعا الدم راح يجيني من خلال الافرينت يجي لبلازمة يدخل داخل الكوبايبة يجي مرات تقوم بمواد متى تفلتر بس الجسم ما يحتاج يسوي لها سيكريشن يرجعها من البريت ترجع للتوبول أسميها سيكريشن تمام بينما مواد هنا ابرت ورادت تتفلتر رادت توصل بس من رادت توصل شاف الجسم انه بعد يحتاج مثل المي او الكليكول السلعين العفو الكليكول فهنا نشاح السربي فهاي المواد قبل تتعبر وتتطلع من خلال يورنشي السربي ترجع ترجع للبريت توبولار هاي شون أسميها عملية ري أبزوبشن اذا هي حركة المي والمضاب من التوبولار لومن منها يتحرك وين يرجع للانترستيشل أو ال البريت توبولار كبيرة أسميها ري أبزوبشن بينما ترى للسبستانس نقل نقل المواد للانترستيشل هاي تجي للتوبولار لومن شون أسميها بداية ذكرناها اما هي عمية من خلال اليورون. هاي اسميها excretion. renal excretion of the water شو نسميها اذا من الكلة تطلع الماء شو نسميها diuresis. بينما فقدان السوديوم شو نسميها nitrosis. هنا شوانك فقدان يعني مواد nitrosis اما هنا شو نسميها diuresis عمليات diuretic يعني. اوكي. هنا هاي ممكن تجينك فراغات طرح الكلة. للماء شو نسميها طرحها للسوديوم شو نسميها. هنا شو يقول ايش نيفرون هاز تزقون بلد صباي. كل نيفرونة راح يكون لها امتداد دم او اشي مد ينطيها دم خاص بها. وش اسكم باوس؟ من انت تكون من تو ارتريول تمام من شريانين واشنو واتو كابيلاريز واتو واتنين من الشعارات الدموية. the first كابيلاريس system هاي برجر بالكلوميريولاس الكابيلاريلي يعني عرفت الكلوميريولاس هي عبارة عن كابيلاري تمام. فهاي الكلوميريولاس راح يكون الضغط اللي بداخلها كلش عالي هذا هو اللي راح يصير او هذا الضغط هو اللي راح يساعد ويسهل عندي عمليات الفلتراشن. is the source of the tubular fluid. افتر باصنين دوترو the efferent ارتريول هنا. حيجيني للدم. الدم مثل ما قلنا بعد ما راح يعبر الافرنت ووصل لداخل اللي كلوميريولاس. انت شنو انت الافرنت ومواد اللي البلازمن داخلت بالكلوميريولاس يصير بها فلتره. اما لماذا تتفلتر وان راح تروح تطع من خلال الافرنت. هي عرفناها. ده بلاد انتر بعدين من اجه من الافرنت راح للكلوميريولاس والجزء من انت الافرنت ومن الافرنت راح يروح مثل ما قلنا ذكرت في البداية راح يدخل للبريتوبولار كابيلر سيستم. هذا شنو؟ هذا الدم اللي ميتفلتر. قراءة دم حمور وبيض وغيرها ميتفلترا وراح يصير لان يروح المباشرة للبريتوبولار كابيلر سيستم. شرح يكون الضغط اللي بداخله كلش قليل. لذلك شبيه هو اللي راح يصير بي الافرسوبشن. يعني هنا نقول ليش الكلوميريولاس يصير بها فلتريشن. بينما البريتوبولار كابيلاري الجزء الثاني اللي وراها يصير بي عمية امتصاص هذا لان الضغط ماتتا قليل فما يساعد بالفلترة. ذاكن ان ضغط ماتتا عالي ساعد لي بالفلترة. there are two type of نيفرون. طبعا عندي نوعي من النيفرونة. الكورتيكال اللي تمثل نسبة 85 بالمية والجيكوستا ميجولاري اللي تمثل نسبة 15 بالمية. شنو فرق الكورتيكال عن الجيكوستا لمن واحد يسألني؟ الكورتيكال بها اللوب اوف هلية تكون قليلة. بينما الجيكوستا شبيهها؟ لا. لونج. لوب اوف هلية. زين؟ with the brittubular cabular. brittubular cabular differ ما تاخد. الاختلاف الbrittubular راح تعتمد on their associated with the different حسب النيفرونة مالتها. أما هنا بيها لوب اوف هلو بيها بازاركتا. بازاركتا هي عبارة عن شعايات مثلا دموية تكون كلش قليلة جايتني صغيرة كلش. جايتني من الشراعية المتفرعة. زين؟ بازاركتا ارلونت شرح تكون تكون طويلة و نارو كابيلا رتوبول هو يعني هو قليش. يا بشن هاي بازاركتا هي عبارة عن الانابيب شعيرية تكون طويلة وضايقة. ذات ها the great resistance ورح تكون إلها مقاومة كلش قوية الملت دفق الدم. تمام؟ زين؟ the renal tubule consist of the proximal connivulated ها. ها. هسه عرفت. قدام نانا اجه شنو اللي راح يتفلتر كامل زين. من قبل شوية كل ساحة يقول the renal tubule or renal tubule. فيجي واحد يسأل يابه هو شنو the renal tubule. نين ما يتكون؟ يقول يابه. the renal tubule يتكون من the proximal connivulated tubule and the loop of the distal connivulated tubule. the proximal يعني معناها اللي راح تكون قريبة على الكلوميروس. قريبة على الكوبايبة. loop of ها اللي الجزء الوسط والdistal اللي راح تكونه الجزء البعيد. وآخر شي هي مني the collecting duct. اللي هي اللي تحمل the car is the final unit. the renal beliefs and the urine. هذا الجزء الأخير من الكلام اللي هو يحمل اليورن والمواد اللي ما يحتاجها الجسم. ويوديها للإحليل على متطلع. the portion of the arterial plasma leave the clomerulus. the product of filtration to form the هنا انا شاح يكون عندي. هنا انا شي يقول يقول the portion of the arterial plasma. يقول الجزء اللي اللي راح يترك الكلوميروس. هو شنو هي المواد اللي متفلترة. المواد اللي صار لها فلترة. تمام؟ هنا انا شاح تكون to form. عنا مش تكون المواد اللي راح اللي تفلترت. اللي عافت الكلوميروس وطلعت وراحت الرينال توبيول. شو تكون? تكون بروتين فري. يعني ما راح يكون بها بروتين. ما راح يكون بها بروتين. شنو؟ ما راح يكون بها بروتين. لازم المواد اللي اللي متفلترة واللي راح تقبر وتدخل لرينال توبيول هي ما بها بروتين. ليش؟ لان البروتين راح يبقى متركزوا داخل داخل الكلوميروس. داخل الكوبايبة. تمام؟ the remaining التفكير بقاء الارتيرابلاسما اكتشف البروتين يجي عندي هسا هذا الرسم هذا هو الارتري اللي راح يحمل الدم الدم هذا هو من خلال الافرينت اللي راح يتفلتر البلازمة تدخل هنا بالكلميريولاس واللي ما تتفلتر راح تعبه من خلال الافرينت وتروح للبريتيوبولر قابل الرين المواد اللي بريتيوبولر ترجع للريناتيوبول هاي شنو اسميها؟ اما بين الريناتيوبولو ترجع للبريتيوبولر شنو اسميها؟ مواضي اللي شاح يستر بها عملية فالترة اللي يتطع من خلال اليورين شنو اسميها؟ تمام؟ هنا يمثلي أنواع النيفرونة الاثنين هي الكورتيكل نيفرونة اللي شاح يكون بيها اللوب مالthe off اللي مالتها قليل والجكستراكلوميرال شاح يكون بيها اللوب أوف اللي مالتها تقول هاي عمليات تشريحية مزين احنا هي كموضوع موضوع فاس لجاء فهنا هنا هاي الكورتيكل نيفرونة وهذا شاح تمثل النوع الثاني من النيفرونة اللي هو منواع جيكستامة جيلى رينيفرونة وهنا عندي واضح مني الكلكتيندكت هو الجزء الأخير مثل ما احنا عرفنا هذا منه هنا يمثلي هذا thick loop of وهذا منه الثن اللي رح يكون عندي خفيف بعد هذا منه هذا الأثرينت اللي رح يحمل الدم ويدخله داخل الكلوميروس على موجة الفلتر هذا الأثرينت لا اللي رح يحمله ويطلع ويراجع وين يرجع للدم هيا كل هالنيفرونة وجزء من النيفرونة وهذا الجزء الأثرينت والإثرينت والموجودات داخل الكورتكس أما الكلكتينغ دكت هاي والموجودة داخل المدولة هنا عندي مرض اسمه الادولت بولي سيستيك كيني ديزيز هذا عبارة عن اكياس موجود اكياس هو مرض طبعا مرض وراثي الشاح يتكون من خلال عدة اكياس راح تكون موجودة وين موجودة على الكلت تحيط لبالكلة مثل ما هو هذا الشي يشوف عبارة شون الفقاعات موجودة هي عبارة عن اكياس لذلك يسمون بولي سيستيك متعدد الاكياس طبعا هذا هو مرض وراثي يتطور مستقبلا الى ان يصيب ادي ادي الى فشل الكلوي هذا هنا بما انه مرض وراثي فبالتالي راح يكون السبب مادة هو بسبب كروموسوم 16 بما انه مرض وراثي شوني يعني معناها اذا مصاب الاب مصاب اكيد ونسبة كل اشي كبيرة راح ينقل وين ينقل المرض المل للاطفال للاولاد مادة اذا الادولي سيستيك كيدني ديزيز هو مصد كامان انهيرتد ديس او دي كيدني اذا هو يعتبر من اكثر الامراض الوراثية الشيوعا اللي يصيب الكيدني السبب الكلة اذا راح يتميز هذا المرض على انه ساعد شون يعني ساعد يعني معناه اذا الاب مصاب فلازم ينقل هاي العدوى من الاطفال الاولاده تطور ما تكون بطيئ تدريجيا نسبة 90% من البولي سيستيك من البولي سيستيك من البولي سيستيك سبب التسعين بالمئة سبب هذا المرض خلل بالكروموسوم 16 شنو الاعراض اللي راح يكون يعاني من عندها الباشينت يدي عنده شنو اللي عنده بولي سيستيك اول شي راح يكون باكبين الم بالظهر وخصوصا بالمنطقة اللامبر بالفقرات القطنية هيموتيريا اكو دام راح يكون موجود داخل اليورين بعد اكوفاد انفكشن دائما الشخص اللي عندهم بولي سيستيك يكون معرضين على انه يصير ادهم التهاب مجارب وليه بشكل مستمر ومتكرر هايبرتينشن الضغط مالتا دائما نلقام عليك ويكون هو عرض على انه يسبب او يعني يعتبر كرسك فاكتر على انه يصير عنده ضغط نيفروفايتس هو كيدني ستون راح يكون عندي مثل ما نقول يكون هما شخص متعرض داما على انه يكون اقفت حصوات بالكيلة رينال فيلر فشل كيلوي والاكستيرنال سورفس السطح الخارجي مالة الكيدني الكيدني راح تكون بها مالتبول مالتبول سست راح تكون متعدد الاكياس السطح الخارجي مالة الكيلة راح يكون متعدد الاكياس اوكي؟ احنا راح نأخذ الرينال بلودفلو اندلوكلوميريولار فلتراشن يعني شو راح يصير الفلترة وشو راح يبدو يدفق قدر تقريبا شيقول الابروكسيميت 25% من الدم من الدم من الدم اللي يضخ القلب هو يروح للكيلة اقلا لان كمية الدم الهواية رينال بلودفلو هواية هي اللي راح تزود الهايدروستاتيك برجر راح تصير عندي عمليات الفلترة يعني كل ما زاد الدم اللي راح يوصل للكيلة اكثر كل ما زاد الضغط اكثر وبالتالي راح تصير عندي عمليات فلترة بشكل اكبر وعسرع مثل أغلب الدم اللي راح يوصل للكيلة هو يروح للكورتكس ليش يروح للكورتكس؟ يعني معناها يروح للكلوميريولاي لان قبل شوية من راويتكم بالصورة بانه هو نيفرونة والموجودة بالكورتكس والنيفرونة تحيطها البومان والبومان يحيطها الكلوميريولاي رينال بلودفلو رمين كونستانت راح يبقى ثابت حتى وين كان اكو عندي شنو فد اختلاف يعني ليش يعني الضغط ما لداخل الكيلر راح يكون عندي ثابت شلون يعني يبقى ثابت يعني اللي نعدها ميزة تنظم نفسها بنفسها يعني اذا مثلا صار اكو في الضيق الافرنت لازم الافرنت يتوسع او بالعكس فبالتالش تكون دائما الكلة تحافظ على نفسها لان ادها شنو تنظيم ذاتي تحافظ على نفسها ذاتية شون تتعامل الرينال وهي هاي المادة البارا أمينو الهبروك أسد هي اكتف سيجريشن باي ترانسبورت مكزموم لميتيد ميكانزم يعتبر هي المادة او النقل شون نقول انه المواد اللي راح تنفرز بشكل فعال راح تأتمل على ترانسبورت مكزموم شل ترانسبورت مكزموم يقصد بها هي اعلى او هاي المادة تحتاج الى ناقل ينقلها مثل نقل بشكل بسيط تحتاج ناقل وبالتالي بما انه تحتاج ناقل فمعناها تحتاج ترانسبورت مكزموم يعني الهفت كمية محددة انه مثلا هذا الناقل يحتاج بس 25 مائدها اكثر من هاي الكمية ما يقدر ينقلها هاي البارة الامينو هي تعتبر مادة غريبة للجسم and is executed by the filtration راح تطلع بواسطة الفلترة زائد the secretion the active secretary mechanism is located on the basolateral عملية النقل الفعال اللي راح اصير او نقول الافراز الفعالي هاي المادة بالبازولاترال ليش بالبازولاترال؟ خلنا نجي هنا انا عندي هسا هاي النفرونة هذا الجزء اللي مقابل للومين اسمي apical وهذا الجزء بما انه مقابل للبلاط اسمي بازولاترال تمام؟ هاي المادة يصبح بها secretary فهي من الدم وترجع مرة ثان للي تشوفوا على مد تطلع فهنا نشنو هذا الجزء بما انه مقابل للدم فسميتها بازولاترال اذا عملية secretary لهاي المادة شرح تكون من خلال البازولاترال نفس الوقت هي تحتاج active فبالتالي active secretary ما لاتها من خلال منه البازولاترال طبعا مثل ما قلنا هي كاره تحتاج فد ناقل and is inhibited هذا راح يشبع ويثبط بواسطة أدوية اللي هي البروبين سيد because ان البروكاسد activity secretary مثل معنى activity secretary تروح للبروكسومال تيوبول وبعدها راح تطلع تمام؟ فبالتالي هاي الكمية او هاي المادة هي اللي راح تقيس لي الفنشنال ماس اذا هاي المادة حتى تطلع من خلال بروكسومال تيوبول فبالتالي اشتعتبر مقياس الوظائف من وظيفة البروكسومال تمام؟ فهنا خلي نشوف هاي هي المادة اجتني من الدم قسم العادة تفلتر راح يطلع بشكل مباشر واكو قسم عادة ما راح يتفلتر راح يروح للدم من يروح للدم نفس الوقت وصل الهنا البروكسومال تيوبولار شاف انه الدم ما يحتاج الجسم ما يحتاجه فلازم شنو يرجع من البروكسومال المفروض يرجع للرينالو تيوبول فحتى يرجع هذا الجزء شنو اسميه بازولاترال وهذا الجزء شنو اسميه الابيكا فهاي المادة حتى ترجع من البروكسومال للرينالو تيوبول من خلال البازولاترال وحتى تنتقل الخال بازولاترال لازم تحتاج اكتيف تحتاج تفد طاقة حتى تنتقل هاي المادة اوكي عرفنا انه هو المعدل المعدل شنو يقصد به هو معدل الكمية السوائل اللي راح تنتج او اللي راح يصير لهم فلترال شنو سميها المعدل نقول عليه هو حجم السوائل اللي متفلترة لكل واحدة زمنية حجم السوائل اللي متفلترة لكل واحدة زمنية من السبتة الطبيعية راح تكون مئة وعشين إلى مئة وخمسة وعشين مول بالمنت تمام؟ زي The driving force for the clomerular filtration is the net ultra filtration project which always favor fluid movement out of the capillary يقول اكوفة قوة راح تأثر على هذا المعدل يعني اكوفة قوات راح تأثر على السوائل اللي متفلترة زين؟ ده المعدل الضغط اللي راح يكون بها high pressure capillary system اما البروتيوب لك مثل ما اذكرت شاح يكون الضغط مادة low pressure system هاي القوات شنو اسميه الستارلينج فورس الستارلينج فورس من خلال هاي القوات يعني راح تأثر على المحل ماهج المحل 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 التي تأثر من المحل هاي يؤثر على المحل الفي ل halt المحل ماهج خلال مفل داخلها اكفة قوة هي القوة موجودة وين داخل الكلوميروس ستأثر على عملية الفلترة ماذا ستأثر على عملية الفلترة؟ نفرض ان هالكلوميروس كأنه صندة بها ماء وهاي صندة مستقبة كلما زادت الضغط في هذه الصندة وكما زادت الضغط في هذه الصندة نفس الشيء سيوجد هذه القوة الموجودة داخل الكلوميروس كلما زادت، ستزود عملية الفلترة إذا زادت هذه القوة تزود عملية الفلترة نأتي إلما للقوة الثانية الكلوميروس كابيلري كولويد نسميها كولويد أوزموتيك برجر أو اللي نسميها الكولوميرول كابيلر أوزموتيك برجر هاي القوة تكون معاكسة وين موجودة؟ موجودة داخل داخل البروتين هنا شو يعني معناها؟ احنا ممكننا البروتين ميت فلتر يبقى داخل الكولوميرولاس بنفس الوقت راح ينتج طاقة أو ينتج قوة هاي القوة شو سوي؟ المي شيئي أو البلازمة أو الفلودات اللي موجودة يعني أنا البلازمة من اجت بيها مي و بيها بروتين هاي البروتين شو بيه راح يبقى وين؟ متراكم داخل الكولوميرولاس والمي شو بيه راح يتفلتر البروتين بهاي الحالة شو يقولي يا باب المي انت ليش عفتنو راح تتعالق بقويات يحاول البروتين بالقوة بالضغط مادته يسحب المي الى فهاي القوة شو راح تكون معاكسة يعني ما تخلي المي يتفلتر شبه كل ما زادت هاي القوة كل ما زادت هاي القوة كل ما عملية الفلترة راح تقل ليش عملية الفلترة؟ يعني كل ما زادت قوة البروتين كل ما زادت سحبة المل للمي وما يخليه نتفلتر تمام؟ زي التوبولار لومين الأوزموتك برجر الثانية اللي هي هاي القوة تكون موجودة داخل التوبول زي هذا السفو الشي الكوفيشينت ريليتين الستارينج فورس هذا راح يعتبر رفة كمية ثابتة هو يحدد هاي القوات وآخر شي هو الكلوميريول فلتريشن رايت اللي ينقيسه بالمول على المنات تمام؟ راح يعتمد علي من على السورفاس شون يعني يعتمد على السورفاس آريا؟ أكيد كل ما راح تكون عندي زيادة يعني كل ما زاد زيادة بالمساحة السطحية أكيد راح يكون عندي شنو راح يكون تزداد عملية الفلترة أكبر اوكي؟ هنا عندي أنه هاي القوات وهيدروستاتيك برجر هو اللي راح يكون القوة اللي يتأثر بعملية الفلترة هاي الستارينج فورس كذلك راح تكون مسؤولة عن عملية الريابسوبشن مو فقط بس بالفلتريشن الابسوبشن راح يسمي الخيار بريد تيوبولار كابلاري اندوثريا لأن المواد اللي راح تتفلتر وتروح للرينا للتيوبول يش راح تكون بيها خالية من البروتين فالبروتين يعني ليش هنا المواد اللي راح تتفلتر ما بيها بروتين لأن البروتين بشكل طبيعي وين راح يتركز؟ يتركز داخل الكوبيبه يتركز داخل الكوبيبه تمام؟ فإذا ارتفعت زادة تقدير هذه القوة وهي مال الضغط مثل ما قلت والقوة اللي تكون ماتل البروتين إذا زادت تقابل هيدروستاتيك برجر طبعا إذا هي زادت هيدروستاتيك برجر فبالتالي عملية الفلتر راح تكون عندي متساول لنهاي تزيد وهاي تسحر وبالتالي يعني هاي تسحر الماء وهي تحاول تدفع الماء فبالتالي عملية الفلتر راح تصير عدد الصفر لنهاي تدفع ويترجع الزيادة بالبلدفل وخلال كلما زاد التدفق قدام كما يضد يقدم الكمية المواد التي ستفلتر لعانها بسبب زيادة بالدستانس ستزادت المساحة وضват الفلترات لتزاد المساحة قبل المح Room لعانها ستزاد المساحة قبل ايصر عملية تصوفية كلما زاد تدفق قدام وزاد الضغط كلما زادت عملية الفلترة هناك عوامل ستأثر على كلما يوجد الناس كل ما زادت هذه القوة كل ما راح يزاد عمليات الفلترة بعد الأنكوتيك برجر البرمي بورتي كل ما زادت النفاذية كل ما راح تزاد عمليات الفلترة سورفاس أريا كل ما راح تزاد تزاد كلامير نيجاتيب إلكتريكال تشارج وكذلك كل ما زاد تدفق الدم كذلك راح تزاد عمليات الفلترة إني فروتنك سيدرام هاي شنو معناها بالصورة طبيعية قبل شوي شرحت وفهمت كل اتيابة إنه البروتين راح يبقى متراكم داخل الكلوميروس وما راح يعبر للتيوبون وما راح يطلع باليوران لكن بحالات إذا صارت عدي فد إنجري بهاي الكلوميروس أو بالغشاء ما الهاي الكلوميروس بالنفاذية ما تهاي الكلوميروس وتخلي هذا البروتين يعبر ما يتركز بها مايروح للدم راح يرجع يعبر ويطلع باليوران هنا شنو معناها أسميها النفراتيكس نفروتيكس سنرام إذن هي المشكلة معناها إنه أكو برواتين راح يلقى باليوريان إذا أكو برواتين باليوريان باليوريان عفوا تكون نسبة شبيرة طبعا هاي شنو أسميه 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 نفروتيكس سنرام إذن هي كلوميرول ديزيس هي حالة أو مرض أو سببها هو مرض راح يصير به انجوة انسيات سيستم شي سوى هادا الرينين راح يحاول انه هو يحبس المي والصودون فبتاها يصير عدي أدمي لبيد يوريا اكو دهون موجودة بالبول حيبر كوأكوليشن وحيبر لبيديما كذلك كما راح تزاد لنسبة الدهون والكوليسترول البروتين يوريا ديزيس اكو بروتيون اكو بروتيون اهنان شنو السبب ليش راح يصير عدي أكو فد بروتيون يوريا السبب ماته هو اما راح يبسبب انه هو الحجم ماته يكون كلش قليل فبالتالي يقدر انه يعبر بواسطة الكلوميريولاس او تزداد نفاذيات هاي الكلوميريولاس بالتالي هي بتتعبر البروتين من خلالها بعد يتميز انه اكو شون اللي تصير خطوط بيط موجودة وين بالأضافر اوكي white bind on the finger nail بالأضافر نيفروتيك سيندرام نيفروتيك سيندرام is the result of diffuge اذا هو سببها راح يكون بسبب اكو فاد انفليميشن بالكلوميريولاس متل ما قلنصر اكو فاد الالتهاب بها الكوبايبه بالتالي النفاذية مالتها راح تزداد تقدر اتعبر من خلالها البروتينات زين تتميز انه sudden onset الهيموتورية اكو وجود دم بالبول تقل عندي كمية الفلترة زين اكو البلاد يوريا نايتروجين اكو كرياتينين موجودة ذاني مواد المفروض هي ما تطلع لك راح نلقاها نسبة كلش جبيرة القليل موليك و القليل القليل يقوم بالللي حبس مواد المitives سبب أدي شنو الأودمال هي انتفاخها ليد وغيرها هاي منو هاي نيفروتيك سيدرام إذن هي عرافتها هي حالة مرضية وهاي الحالة المرضية راح يكون سببها شنو أكوفات خلل أو أكوفات مرض هاي الكوبايبة أنه النفاذية مال هاي الكوبايبة راح تكون عندي كلش تزداد فتق هي بالحالة الطبيعية المفروض ما تعبر بروتين لكن إذا سونا تحليل وليقينا هذا البروتين موجود بالبول ونسبتها كل شيء شبيرة مباشرة يتأكدون أنه إذا كان عنده وإضافة إلى الأعراض البقية أنه أكودام ارتفاع الكوليسترول ارتفاع الدهون نسبة التباول قليلة طغط عندها مرتفع فبهاي الحالة راح يداج نزوع على أنه شنو يكون عنده عنده نيفروتيك سيدرام